ناقش وكيل وزارة الصحة لغطاء الرعاية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود الدكتورة نوها محمود والفريق الفني التابع للمنظمة ناقش الجهود المشتركة لمواقهات فيروز كورونا استعرض الوكيل الوليدي استعرض إقراءات الوزارة التي تشمل إنشاء الحجر الصحي بالمنافذ البرية والبحرية والقوية وتزويده بكافة الاحتياجات والمستلزمات مشيرا إلى جاهزية عيادة وغرفة الحجر الصحي بمطار عدن الدولي للقيام بدورها في فحص جميع الوافدين إلى اليمن عبر مطار عدن وخاصها القادمين من دول ظهر فيها الفيروس من جانبها استعرضت الدكتورة نوها جهود منظمة الصحة العالمية المساندة لوزارة الصحة العامة وسكان مشيرة إلى الحرص على الإسراع في تغطية الخطط المقدمة من وزارة الصحة عقب مناقشتها